هنحلل مع حضراتكم المسلسلات الموجودة في النص التاني من رمضان النهاردة إن شاء الله على مدار الحلقة ونتكلم أكتر عن نوعية المسلسلات دي والأدوار الموجودة فيها وإيه الأدوار للناس والمسلسلات للناس كانت منتظرها وبتردت بالفعل إنها تتباعة لكن بداية هنروح مع حضراتكم للتحليل التكنولوجي كده اللي عملها للقناة الأولى للأرقام بعيدا بقى عما سألت مين بيحب إيه ومين بيتفرج على إيه زي ما تعودنا من أول حلقة في التساعة في شهر رمضان المبارك إن احنا هنروح مع حضراتكم للمحافظات ونشوف أخبار النسب المشاهدة فيها إيه ونشوف والنهاردة إحنا بنتكلم عن مسلسل فراولة للنجمة نيلي كريم وبنشوف مع حضراتكم المحافظات الأعلى بحث عن المسلسل كانت في البداية محافظة اسكندرية بعد كده جات محافظة الجيزة وبعد كده محافظة القاهرة وبعد كده القليوبية وبعد كده السويس كمان كانت الناس بتدور على جوجل على كلمات متعلقة بالمسلسل زي مسلسل فراولة نيلي كريم مسلسل نيلي كريم موعيد مسلسل فراولة مسلسل فراولة الحلقة الأولى الحقيقة أن الفنانة نيلي كريم يمكن كانت عودت الناس بقيلها فترة كبيرة على الأعمال الدرامية التقيلة للناس برضو اتأثرت بشكل كبير فتن أمل حربي ويعني مجموعة كبيرة ذات في 2013 مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية التقيلة الحقيقة اللي أكيد كلها بتناقش قضايا كبيرة ويمكن الناس اتعودت على الشكل ده لكن برضو من البداية هي الدوري الكوميدي برضو بيأثر مع الناس جامد جدا وأعتقد أن هي شخصيا بتستمتع بيه ويمكن نرجع له غبي منه فيه وأعمال درامية أعمال الكوميدي كثيرة هي برضو اشتغلت عليها بشكل كبير ويمكن مسلسل بميت وش في 20-20 أيام ما كانت الكورونا يعني مسيطرة على الناس وحالة القلق كانت يعني دخلة كل البيوت جم كل أبطال مسلسل بميت وش وسكر نيلي كريم أدخلوا البهج علينا بشكل كبير فهي السنة دي رجعة بمسلسل فراولة واللي يعني المفروض فيه جرعة كوميدي وخف الدم والكوميدي اللي هنا بتعتمد على الورق أكتر من أي حاجة تانية وكوميديا الموقف اللي فيه هي طالعة بنت صاحب عقار بسيط في الزمالك لكن عندها طموحات كبيرة وحكايتها بقى مع إراءة الفنجان وحاجات كثيرة هتتبعوها من خلال متابعتكو لمسلسل فراولة